حلقة اليوم عن مصنع الطاربة الاكزوست اه قصد الصالنصة طبعا يبدأ الاكزوست بالهيدرز واللي يكون مربوط مباشرة بالمحرك ويكون تصميم الهيدرز للمحركات التنفس طبيعية والسوبر شارجر مختلف عن تصميم الهيدرز للسيارات اللي عليها تيربو ورا الهيدرز راح تلقي اكثر شيء مباق بالسيارة يعني اذا لازمك حرامه ما يقل لك اطني لسويتش يقل لك انطينا هالقطعة اه بلغت شوية مو هالقطعة اسمها دبة البيئة او كاتلاتيك كومفيرتر وظيفته تقلل من التلوث اللي يسوي غاز العادم بالجو ويكون بداخل دبة البيئة معادن ومواد ثمينة ولجمعة التزويد يشيلونها ويفرغونها وراه يجي حساس الاكسجين او اكسجين سنسور هذا يعتبر العمودة القائمة علي اساس برمجة السيارات بعض السيارات يكون عليها اثنين مواحد يراد لحلقة الوحدة وراها تجي بوارة فارغة مدرش يسمونها بيها انواع اكس بايب اتش بايب واي بايب وراه يجي المفلر او كاتل الصوت هذا الشغلة يخفض من صوت الاكزوست وهنا المرور المسكين تقريبا راح ينضحك عليه لانك بعض منتبنيين الصوت الاكزوست يخلون النظام يتحكم بالصوت فمن يشوف المرور يروح يكتم الصوت بضغطة زر وبعد ما يتعدى المرور بكم متر يروح يفتح الصوت ويسوي لك حفلة مع الباكفاير وراها يجي الاكزوست تب او تكتبو اسمها بالتعليقات لان ما عرفش اسمها عندنا بالعراق وراها يجي ادكاف تشاليبت خلاص الفيديو اشتركوا في القناة